اشتركوا في القناة الدرايفرات هي تعريفات القطع الداخلي للجهاز مثل كرت الشاشة كرت الصوت كرت الوايرلس والآخر طب بعضكم يسأل وكيف الفائدة من تحديث الدرايفرات او تعريفات الجهاز طبعا كلنا يقوم بتحديث الويندوز اما من ناحية الامنية او بحل بعض المشاكل او اضافات في الويندوز طبعا اذا قمت بتحديث الويندوز واهملت تحديث الدرايفرات راح يكون في عدم توافق بين نظام التشغيل والدرايفرات فيحدث مشاكل كثيرة منها شاشة زرقاء ضعف الاداء والآخر طبعا بعض الاشخاص اللي ما يحدثون درايفرات ولا يحدثون الويندوز يكونون اكثر امانا من هذه المشاكل لانه لا يقوم بتحديث الويندوز ولا يقوم بتحديث درايفرات فيكون نظام اصلا مع درايفرات متوافق اما اللي يقوم بتحديث الويندوز ويقوم بترك درايفرات هنا تصير مشكلة طبعا البرنامج راح نشرح اليوم اللي هو درايفر باستر هذا البرنامج يقوم بتحديث جميع درايفرات دفعة واحدة طبعا الرابط راح احطه في الوصف طبعا دخلت الرابط يجيك خيرين دون لود او رابطين للتحميل اضغط اي واحد ما تفرق ننتظر قليلا اذا فتحت صبحة ننتظر الين يبدأ التحميل طبعا حملت من قبل اذا حملت البرنامج تضغط فتح ننتظر الين تفتح نافذة التثبيت هذه نافذة التثبيت طلعت اوكي نضغط نكست التثبيت عادي جدا نكست 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 وننتظر الين يتم تثبيت البرنامج اللي هو درايفر باستر طبعا مثل ما اقلت هذا البرنامج يكون بتحديث جميع درايفرات الجهاز والتعريفات دفعة واحدة تم تركيب البرنامج وهذه ايقونة البرنامج اوكي اوكي فنش طبعا راح يكون بفتح البرنامج تلقائيا اوكي قبل ما تسوي سكان قبل ما تسوي اي شي تروح لمهينة وتضغط check for update عشان نحدث البرنامج ونضغط دول load now نحمل اخر تحديث من درايفر باستر بعد تحميل اخر تحديث من درايفر باستر نضغط scan اوكي لو تلاحظ عندنا درايفر واحد او تعريف واحد لم يتم تحديثه طبعا very old يعني او قديم جدا تضغط update او يصر عندك اكثر من تحديث تضغط update all ننظر الى ان يكتمل تحميل ثم تحميل حين يتم عملية التثبيت install لو تلاحظ يتم الى ان تفبيت التعريف او الدرايفر نكست install نضغط طبعا مو شرط يكون تجيك نفس النافذة انا فيها يمكن طريقة او شكل النافذة تكون غير لكن ان تقوم بتثبيت الدرايفرات بشكل طبيعي نكست 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 والاخره طبعا بعد اكتمال التثبيت سوي restart ويكون قد انتهيت من طريقة تحديث الدرايفرات طبعا انا راح اتركه كده لان انتهى التحميل بني اضغط finish وسوي restart للجهاز طبعا تلاحظون اني قاعد تسوي install الى الان طبعا بيقدم المقطع الى ان يتم تحميل عشان نكون مع بعض اول باول لو حدث اي مشكلة اي quienes احبوا Umang الجهrieb والcą hair فان باول اشتركوا في هذه اللارسة جملان وشكرا شكرا جزا لخياء ست Urban اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم وحمة الله وبركاته